إذا كبر للإحرام أين يضع يديه؟ هذا هو المبحث في هذه المسألة يجعل يده اليمنى على يده اليسرى إما وضعاً أو قبضاً إما وضعاً يعني يضع اليمنى على اليسرى وضعاً بدون قبض هذه الصفة الأولى الصفة الثانية أن يضع يمينهم على شماله قابضاً باليمين يده الشمال كلا الصفتين صحيحة كان الناس يؤمرون كما قال سهل بن سعد فيما أخرجه البخاري رحمه الله كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على دراعه اليسرى في الصلاة هذا مذهب أكثر أهل العلمي وذهب المالكية إلى أن السنة الإرسال أن يرسل يديه فلا يقبض اليمنى لا يضع اليمنى على اليسرى وإنما يرسل يديه واستدلوا على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء لصلاته الرجل الذي صلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي في ثلاث مرات قال لا أحسن والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وليس في تعليمه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك اليمنى على اليسرى فاستدل المالكية بهذا الحديث حديث نسيء صلاته بأن الإرسال هو السنة وليس وضع اليمنى على اليسرى ولكن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الراجح والصحيح والله أعلم وذلك أن النصوص التي جاءت في بياني أن المصلي يضع يده اليمنى على اليسرى خاصة ومقدمة على حديث المصير صلاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر